ازايك يا جمعة? معكو يا حياء. الحمد لله عدت على خير النهار ده يبقى بقى لي اسبوعين بالضبط عامل العملية. وحالتي الصحية بقت احسن كتير يعني دلوقتي بقيت مفيش اي اوجع ولا اي الام. اول اسبوع كان صعب شوية. ولكن من تاني اسبوع انا بقى بتحسن كبير يعني. وطبعا كلكم متفاجئين يا حياء عملية ايه اللي انت عملها انت شكلك زي ما انت انت مغسيتش انا مش ملاحظين اي فرق. وده لان طبعا انا مش هخص في يوم وليلا يعني العملية بتاخد وقت. اه اه الدكتور قال لي ان اه خلال اه اول ثلاث شهور هتنزل من خمسة واربعين الى ستين كيلو. وده طبعا يعني ريت او معدل عالي جدا يعني النزول بسرعة دي مش هيحصل في الاوضاع الطبيعية. وانا بالفعل حاليا حاس ان انا يعني حالتي الصحية احسن واخف شوية في الحركة وكده عن قبل العملية. هو حاليا انا دوقتي المفترض ان انا اشرب سوائل بس. او الاسبوعين دول بيبقوا سوائل بس. بعد كده بتبطي تاكل اكل بسيط حاجات بسيطة حاجات اه سهلة الهضم يعني. لان معددك بتبقى معدد كأنها معدد طفل صغير. وما بتقدرش تتحمل المركبات المعقدة قوي. ولكن المهم ان انا دلوقتي اقدر اخيرا اعمل فيديوهات. انا كنت اخذي الاسبوعين دول حاجة زي نقاها كده. ولكن حانا وقت العودة للشغل والفيديوهات انا متحمس جدا انا كنت زي امي القاعدة يعني. وفي فيديوهات كتير جدا يعني مفترض انها كانت متأجلة. ولكن قبل كل ده انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا وهي ان انا حقيقي يعني مبسوط جدا بالدعم اللي شفته منكم والكلام الكويس اللي كتبتقولي في كومنتات ودعواتكم واهتمامكم ده بجد شيء يعني. ويعني حقيقي انا مقدر جدا. اهتمامكم ده ده يعني عندي الكثير مش مجرد كلام بقوله خلاص بجد بس يعني انا كنت متوقع ان كتير منكم مش مهتمين بال يعني تتفرجوا عقنا عشان التكنولوجيا وكده ولكن كون ان اشوف ان كتير منكم مهتمين بي انا ده شيء يفرحني جدا بصراحة وانا ممتن لكم يعني جزيلة الشكر. مش عارف اقوليه بصراحة. فشكرا لي كلكم جدا ممرة ثانية كل واحد فيكو كل حد كتب كومنت بكلام كويس او اه يعني بقلق مسا معين او اي كلام الام من العملية وكده ولكن انا احب اطمنكم ان انا انا دلوقتي كويس جدا وقدر اعمل اي حاجة يعني زي قبل العملية بالزبط وممكن احسن كمان واكيد احسن. ان شاء الله هعمل فيديوهات تانية برضو عن موضوع العملية ده وعن رحلتي مع النزول في الوزن يعني لما يحصل اي جديد لان انا شفت ان كتير منكم هتمين بموضوع الخاسسان ده حد مسلا بيمر بتجربة مشابه ليا وبس شكرا لك جدا على مشاهدة الفيديو وشكرا لكم على كل الدعم وكلام كويس وشوفكم الفيديوهات الجاية سلام